تتوصل اعتصامات حمالة الشهادات العلية قرب مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة بغداد للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وتوظيفهم وعدم إهمال هذه الشريحة التي بذلت جهدا وتخطط المصاعب للحصول على هذه الشهادات أكدوا بقاء الاعتصام لحين تلبية مطالبهم حيث افترشوا الشارع منذ أيام دون مغادرته دعونا نتابع دعونا نتابع دعونا نتابع اشتركوا في القناة